أهلا بكم مجدداً ونستكمل نشرة التاسعة أكد عدد من النواب في لقاء خاصة لتلفزيون المصري أن مصر لديها مؤسسات مجتمع مدني قوية تعملوا على كل الملفات التي تهموا كل مواطن فكرة أن كل ملف بهم كل مواطن مصري نلاقي جمعيات مؤسسات أهلية بتشتغل عليه ده فكرة محترمة جدا عندنا ما يقرب من 36 ألف جمعية مؤسسة أهلية عملوا توفيق أوضحهم على مدار السنتين اللي فاتوا بس كان عندنا مشكلة بتواجه المؤسسات وبتواجهنا إحنا كمان في البرلمان مين بيعمل إيه وفي أنهي مكان يعني دلوقتي مؤسسة من المؤسسات بتشتغل في محافظة الماء ونلاقي نفس مؤسسة تانية بتشتغل في نفس المحافظة طيب دلوقتي هل عملية التوحيد والجهود تمت على مدار السنوات اللي فاتت للأسف لا لما فخامة الرئيس أعلن أن عام 2022 هو عاما للمجتمع المدني في مصر خرج للنور التحالف الوطني عامل آنية التنموي وكان من رابع المستحيلات أن نلاقي جمعيات ومؤسسات أهلية وكبرى الجمعيات تقعد على مائدة واحدة كل مؤسسة تقول أنا نشاطي عبارة عن إيه وكمان التموين اللي بيتم عشان خاطر أقدر أعمل النشاط ده بكامل أهم مشاريع القانونين اللي تم منقشتها في دور الانعقاد الحالي مشاريع القانوني عبر عن مدى التكامل وتضافر الجهود ما بين العمل الحكومي وبين المجتمع المدني فيها الفترة السابقة كان المجتمع المدني يقوم بدوره ولكن بشكل منفرد كل كيان لوحده تجمعت هذه الكيانات في التحالف الوطني كلنا شهدنا مدى أهمية وفعالية دور التحالف خلال الفترة السابقة كان لابد من تحويل التحالف إلى كيان قانوني حتى يتمكن من القيان بدوره بشكل أكبر حتى يتمكن من التعامل مع كافة المؤسسات ترجمة نانسي قنقر